متابعين كرام مرحبا بكم مجددا سنرى احد الفيديو نشر قبل قليل من طرف صفحة القوات المسلحة المالكية المغربية الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيديو متعلق بتدريب مقاتلات ال F-16 المغربية ضمن منورات الاسد الافريقي بداية سنرى هذا الفيديو متابعين كرام و ستعذروني لانه لا ندوز الموسيقى لانه فيها حقوق النشر سنرى الفيديو ثم سنوقف عند بعض المواطعات فبداية انكم تشاهدون هنا الطيارين المغربية يتجهون نحو مقاتلات ال F-16 ويتجهزون للإقلاع هنا عملية التجهيز للإقلاع وعلى ما أظن هذه قاعدة قلميم الجوية ثم هنا نلاحظ مقطع من داخل قمرات القيادة الخاصة بمقاتلات ال F-16 المغربية فكما تشاهدون هذو طيارين مغاربة مقاتلات ال F-16 المغربية مقاتلات ال F-16 المغربية نقف عند واحد المقطع هنا بالضبط فكما تشاهدون هذو الجهاز اللي كان هنا هذا هو الوالبوت سنايبر الوالبوت سنايبر الوالبوت سنايبر أو الحاضن هو الوالبوت ديال التوجيه حاضن التوجيه كنتسمى هذو الجهاز المتابعين الكرام هو اللي كيوجه الأسلحة ديال مقاتلات ال F-16 ليس فقط يوجه الأسلحة وإنما يطبق على الهدف خصوصا الأهداف الأرضية خصوصا الأهداف الأرضية هو اللي كيوجه الأسلحة هو اللي كرصد هو اللي كيقب أيضا بالإستطلاع يعني في بعض الأحيان مقاتلات ال F-16 ممكن يتقوم بالإستطلاع عن طريق هذا الجهاز فهذه المشاهد مثلا اللي كتشوفوا في الحروب ديال واحد اللقطة ديرها كتصور من الجو بالرؤية الحرارية ومن بعد كتشوفوا ذلك الصاروخ غادي وكتفرقها هذي اللقطة كتشوفوا من البوت البوت هو هذا اللي كنشوفوه الآن هذا كتسم بوت سنايبر خاص بمقاتلات ال F-16 وكما توجد هنا في ال F-16 المغربية وهي اللي كتوجه الأسلحة والضخائر ديال مقاتلات ال F-16 على كل نزيده لأن هناك هناك بعض الأمور أخرى كتشوفوا هناك الإقلاع وغادي نوصلوا لهذه الصورة وخاء نشوفوا ذلك الصورة الأخرى اللقطة الأخرى لفيها ثلاث طيارين هنا بالضبط هذه الخودة المتابعين الكرام اللي كتشوفوه هنا هذه الخودة هي أكثر أو أكبر خودة متطورة في العالم أكبر خودة متطورة في العالم هذه الخودة المتابعين الكرام اللي كتمه GH وهي نفس الخودة اللي كنفي مقاتلات ال F-35 الأمريكية الشبحية هذه الخودة متطورة جداً متابعين لأنها تساعد الطيار في أن يكون على وعي كامل بظروف أو بالبيئة أو بالوسط ديال المعركة مثلاً جيش مقاتلة معادية أو لشيطائرة حربية معادية الرادار ديال ال F-16 كالتاقط هذه المقاتلة كنقل البيانات لهذه الخودة وهذه الخودة فيها بحل واحد الشاشة تعرض أمام الطيار كالتاقط هذا الطيار العدو لهذه الطائرة الحربية ديال العدو كنقل البيانات للشاشة اللي كين عند خودة الطيار ديال مقاتلة ال F-16 وكتساعد أيضاً هذا الخودة على أنها توجه الأسلحة وتوجه الصواريخ يعني فيما شف الطيار طيار في محط عينيه للأسلحة التي تتبع نفس المسألة التي كانت في الخودة مروحية الأباتش طيار مروحية الأباتش في ممشا هذا السلاح يتبعه وهذا ما اسمه المشنغن وهذا الرشاش الذي كانت في مروحية الأباتش يتبعه فيما شفت أنا فيما شف الطيار سلاح يتبع العين للطيار نفس المسألة في هذه الخودة تساعد الطيار F-16 إذا دخل في قتال تلاحم الدوكفايت مع مقاتلات معادية مقاتلات حربية معادية كالساعد طيار على أنه يوجه الأسلحة نحو تلك المقاتلات العدو مقاتلات العدو للطائرات الحربية ديال العدو فهذا هذا الخودة مهمة جدا متابعنا كرام وهي متطورة جدا والمغرب من بين البلدان القليلة التي حصل على هذا النوع من الخودة التي هي الخودة جي أش أم سي أس وكان جي أش أم سي أس جوج النسخة الثانية التي تعاقد عليها المغرب كذلك في مقاتلات الـ F-16 بلوك 72 والتي ستسلم ها المغرب في المدة القصيرة المقبلة وبالمناسبة للمقاتلات الـ F-16 بلوك 72 لديها نصر رادار ديال المقاتلات الـ F-35 ومطعمة بالتقنية ديال مقاتلات الجيل الخامس إذن نشوفوا مسائل أخرى حسنا حسنا كان واحد نقطة أخرى قبل أن نخطفوا هذا الفيديو حسنا هذا الجهاز الذي كان متابعنا كرام الذي تركبنا كان واحد البود آخر يسمى P5 P5 ما هو البود P5 ف طبيعا لك تدير تدارب جوية واقعية تحاكي الواقع بمقاتلات الـ F-16 لا يمكن على أن جوش طيارين يتضربوا مع بعدياتهم على القتال التلاحومي في الجو على أن واحد يلعب ضرب العدو ومقاتلات الـ F-16 يتضربوا مع بعدياتهم والواحد يقوم بإسقاط الآخر لا يمكن غير ما نتقل هذه المسألة ما يمكن الدار هو أن هذا الطبيع الذي ترون هنا يخلق واحد سيناريو سيناريو افتراضي يجعل الطيارين المقاتلات الـ F-16 أنهم يصابوا سيناريو بيناتهم ويتلقوا النار يتلقوا الصواريخ على بعدياتهم بلا ما يتلقوا الصواريخ يعني هذا افتراضي السيمولاتي لا يمكن محاكاة في الجو لماذا يستخدموا هذا الـ F-16 لكي يضيف النوع من الواقعية تضرب مع بعدياتهم في الجو بإطلاق الصواريخ ولكن لا يمكن الصواريخ لا يمكن المحاكاة بهذا الجهاز الذي تركب في مقاتلة A-16 الذي تم P-5 وهو F-16 مخصص للمحاكاة واختلاق سيناريو ما بين الطيارين لكي يضرب على مختلف أنواع العمليات الجوية بما في ذلك القصف الأرضي بما في ذلك القتال للجو القتال التلاحمي وما يصطلح عليه كذلك بالدوغفايت يعني القتال التلاحمي في الجو ديكشي عليش كنشوف هذا الجهاز مركب على مقاتلات F-16 أهل المغربية فهاتش اللي كانت متابعين الكرام هاتش اللي بغت نشارح لكم في هذا الفيديو أراكم في فيديو قادم مع المزيد من التفاصيل إلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته